الجميع يرفض الاحتلال الجميع يرفض الذل الجميع يرفض ان يكون تحت سيطرة الاخر ان يسير من طرف الاخر لان الانسان بطبيعته خلق حرا وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكيما في مقولته العظيمة عندما قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا هذه كلمة تقان اليوم للغرب تقان اليوم لكثير من الناس هذا الغرب الذي يتشدق بشعارات ولكنه يتعامل مع الناس باشياء اخرى يتخاطب مع الناس بالديمقراطية بالحرية بحقوق الانسان هذا في الشعارات لكن في الواقع يخاطب الناس بالصواريخ وبالدبابات وبالقتل وبالتشريد وهذا هو الذي حصل في القرن الماضي والقرن الذي قبله حيث ان معظم بلاد المسلمين صارت وزيعة وصارت كعكة قسمت بين الدول الغربية من المعتد الآن ومن المعتدى عليه لماذا يوصف المسلمون دائما بانهم هم المعتدون بينما الواقع انهم هم الذين وقع عليهم الاعتداء نحن الذين طالبنا بالاستقلال وطالبنا بان نتحرر لم نطالب بان نحتل احدا ولا طالبنا بان نعتدي على حق احد ولا بان نضغط على احد ما ضغط المسلمون على احد اللي يعتنق دينهم ولا ضغطوا على احد من اجل ان يحتلوا ارضا وانما طبيعة المسلمين هكذا يريدون ان يعيشوا احرارا لكنهم اذا مصوا في دينهم او مصوا في ارضهم او في مقدساتهم فانهم ينتفضون ويردون وهذه طبيعة البشرية جمعاء البشرية كلها بل المخلوقات التي خلقها الله كلها المخلوقات التي فيها حياة ركب الله عز وجل فيها المقاومة جسمنا فيه مقاومة فيه مناعة فالامة ايضا لها مناعة ولها قوة تدافع بها عن نفسها اذا تعرضت للاذاء ولذلك طالب الناس بالاستقلال بطريقة سلمية وبطريقة حبية لكن قل ما تعطى الحقوق هذا حكم على حسب التاريخ الدارس للتاريخ يدرك ان الحقوق عادة ما تنتزع اي الناس ليسوا في مستوى ان تحاورهم من اجل ان تنتزع حقوقك والحق ان هذا هو البداية البداية في الحوار البداية في التلطف البداية في المطالبة ان يطالب الناس بحقوقهم بطريقة سلمية هذا هو الاصل لكن يقع هذا لو كنت تتعامل مع انسان عاقل مع انسان عادل مع انسان ليس من شأنه ان يهضم الحقوق لكن ماذا تفعل عندما تتعامل مع انسان عنجهي انسان طاغي انسان لا يريد ان يعطيك شيئا من حقوقك فماذا تصنع وماذا تفعل اشتركوا في القناة